السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درس جديد نتكلم في هذا الفيديو عن بعض جمل المحادثة التي تساعدنا في تطوير لغتنا الإنجليزية والاستفادة من بعض المفردات لزيادة مخزوننا اللغوي والمفردات التي يمكن تساعدنا على الكتابة والحديث بشكل أفضل وأسرع ننتبه على التعبير هذا Life as I would live it الحقيقة أود أو أحب أن أعيشها it تعود على Life Life as I would live it الحياة كما نحب أن أعيشها Yes I would like a romantic life Could there be a better choice لاحظ Yes نعم I would like أحب أو أود أن أو أود romantic life حياة رومانسية أو عاطفية نحفظ romantic عاطفي أو romantic لاحظ السي دائما بأخر الكلمة منطقها K romantic لاحظ لا نقول romantis Could there be a better choice هل هناك خيار أفضل أو اختيار أفضل choice من كلمة choose يختار choose choose choice choice خيار أو اختيار خيار أو اختيار أفضل Could there be a better choice what do you think is the most important thing in life what ما أو ماذا هالتعبير هذا نحفظه what do you think ما هو برأيك ماذا تظن ماذا تحسب ما هو رأيك شو رأيك شنو رأيك على حسب لهجة كل بلد بدون العربية what do you think is the most important يعني يكون الأكثر the most الأكثر important أهمية think شي تصبح ما هو برأيك الشي الأكثر أهمية الأكثر أهمية في الحياة طبعا رح ندرس هيا سيقة التفضيل فيديو لاحق إن شاء الله health wealth and happiness health بمعنى الصحة wealth الثروة لاحظ نفس النهاية e a l t h e a l t h لكن هنا فيه عدنا h وهي و عدنا حرف و يعني صوت و لكن حرف w إذن health صحة wealth ثروة and happiness happiness سعادة من كلمة happy سعيد happiness سعادة هيا نسميها suffix لاحقة طبعا أخذنا ثلاث فيديوهات عن اللاحقات suffix اللي يحب يرجع عليهم أيضا المهمة بتساعدنا على حفظ الكلمات ومعانيها أو مقابل باللغة العربية بشكل أسهل بتصبح لدينا الأمور أسهل وأوضح بالحفظ والكلام إذن happy سعيد إذن adjective صفة happiness سعادة أيضا ننتبه إذا كان عندنا قائمة من أشياء اللحظ health هذه قائمة list little thing wealth happiness ثلاث أشياء لا نكتب باللغة العربية نكتب الصحة والثروة سعادة بالإنجليزي لا نكتب health نضع فاصلة لاحظا لا نكتب and wealth آخر شيء بالقائمة نضع بناتهم and لا نكتب health and wealth and happiness لا health فاصلة wealth and happiness what do you think is the most important thing in life health wealth and happiness certainly but I think health is the most important one certainly but I think health is the most important one certainly بالتأكيد certainly certainly but I think أعتقد أو أظن أو أحسب health الصحة is the most important thing هي الأكثر أهمية certainly but I think health is the most important one when you're healthy you can work to be wealthy and so you will be happy when you're healthy يلعندما تكون معافة أيضا healthy صحي healthy food طعام صحي healthy أيضا معافة he is healthy هو معافة you can work يمكن أن تعمل to be لأن تكون wealthy صاحب ثروة نحن نعرف wealth ثروة wealthy صاحب ثروة أو غني and so وهكذا and so وهكذا you will be happy وسوف تكون سعيد when you're you're يعني you are اختصروها you are healthy you can work to be wealthy and so you will be happy is luxury means to happiness نحفظ luxury luxury شاء luxury كيف مع شاء luxury الترف الرفاهية is luxury means نحن نعرف مين يعني نضع means وسيلة is luxury means هل الترف وسيلة to happiness للسعادة is luxury means to happiness money is too heavy to carry المال أو النقود is too heavy ثقيلة جدا يعني عبع ثقيل too carry لتحمل يعني المال عبع مستحيل حمله money is too heavy carry عدنا محاذب poor man رجل فقير rich man رجل غني poor فقير عكس rich rich غني Mr. Rich what's wrong with you you have the means to be happy I mean money Mr. Rich يا سيدي الغني what's wrong with you ما المشكلة معه ما الخطأ ما المشكلة معه ما هي مشكلتك what's wrong with you you have the means you have يعني أنت تملك أنت لديك لديك the means وسيلة أو الوسيلة to happy لتكون سعيد to be happy لتكون سعيد I mean the money يعني المال أو النقود Mr. Rich what's wrong with you you have the means to be happy I mean money rich man money is a means to luxury but it doesn't have the golden key to happiness المال يكون لازم يكون عند فعل المال يكون a means وسيلة to luxury للرفاهية للترف luxury رفاهية أو ترف but لكن it doesn't يعني يقصد المال it doesn't have ليس لديه the golden key ليس له المفتاح الذهبي the golden key key نعرف gold ذهب golden ذهبي key مفتاح ليس لديه المفتاح الذهبي to happiness للسعادة money is a means to luxury but it doesn't have the golden key to happiness do you mean you can be happy without money do you mean هل تعني لاحظ mean يعني وأيضا بس ضف لأس تصبح وسيلة do you mean هل تعني you can be happy تستيع تكون سعيد without money بدون ما لاحظ without with be أو مع without بدون money Mr. Rich سيد الغني do you mean you can be happy without money Mr. Rich I mean you can't يعني اختصار لي can not اختصار روح can I mean you can't be happy even if you have money your inward inward world is something and you you you're out outward something and you're outward is something else I mean يعني you can't لا يمكن ان تكون happy سعيد even if حتى لو you have money حتى لو ملكة المال you're inward world يعني عالم المرأة الداخلي أو عالم الشخص الداخلي لاحظ inward is something شيء ما أو شيء and you're outward و علمه الخارجي لاحظ inward outward داخلي خارجي is something else شيء آخر else بمعنى آخر هذا العدي محادثة بين سامي سعيد a smile is a way to happiness smile البسمة وابتسامة تكون is تكون طريق a way to happiness what's wrong with you Mr. Saeed does your name mean happy what's wrong with you Mr. Saeed ما المشكلة معك يا سيد Saeed ما الخط معك يا سيد Saeed ماذا هناك يا سيد Saeed ما مشكلتك does your name mean happy هل يعني اسمك سعيد أو سعادة يعني بمعنى سعيد there is nothing wrong with me except that my name means happy ليس هناك مشكلة معي معي أو ليس هناك خطأ معي except ما عدا سوى that my name ما عدا وبستنا my name اسمي means يعني سعيد لحظ حطنا S لأنه مفرد there is nothing wrong with me except that my name means happy do you mean you are unhappy هل تقصد أو هل تعني you are unhappy أنت غير السعيد لاحظ happy سعيد نضع قبلها you and يعني غير سعيد حزين أو تعيس مثل كلمة said said أو كلمة unhappy سعيد my name means happy I am unhappy although بالرغم من my name means اسمي يعني happy سعيد I am unhappy أنا تعيس although اللحظ although although gh ما تقصد although بالرغم من my name means happy I am unhappy do you know mister سعيد because your face is full of bins corners remove all these traffic signs and you will smile people will like you and you will be happy do you know mister سعيد هل تعتقد أو هل تدري يا mister سعيد هل تعرف يا mister سعيد because لأن your face وجهك is full of ملي ب لحظ full of ملي ب bent منعطفات corners زوايا remove لاحظ move يحرك remove يزيل all these جميع هذه traffic signs إشارات يعني المرورية يعني الشاخصات المرورية أو لوحات المرورية and you will smile وسوف تبتسم people will like you سيحبك الناس and you will be وسوف تكون happy سعيد do you know mister سعيد because your face is full of bins corners remove all these traffic signs and you will smile people will like you and you will be happy through your face is smiling but your heart isn't sunny صحيح أن وجهك باسم أو مبتسم but لكن your heart isn't sunny لكن الشمس لا تسطع أو لا تشع على قلبك through your face is smiling but your heart isn't sunny بهذا الشكل تكلمنا عن happiness السعادة wealth ثروة هل هي طريق للسعادة luxury الترف هل هو طريق للسعادة healthy العافية أو health الصحة هل هي طريق للسعادة تعلمنا بعض الأسئلة المفردات اللي ممكن تزيد من مخزون اللغوي بحيث أطور من لغتي الإنجليزية أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسون اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو وترك تعليق في نهاية الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته